اريد العنوان واستغربت وبتتساءل ميسي عمله ايه وازاي تسبب في رحيله ودماغك هتودي وتجيب ماهو ميسي كان في الملعب والشاب ده رحل في مصر على القهوة لا ماهو زي ما زعل الشديد بيوجع القلب وبيكسره ويكون سبب انك تفرق الحياة احيانا برضو الفرحة الزيادة بتكون سبب الرحيل متخيل وبتبقى محتار يعني ازعل والله فرح مدام كده كده نفس النتيجة يبقى تفرق الحياة وانت مبسوط ولا وانت زعلان اعزائي مشاهدي لايف ستوري اهلا بيكم في لايف جديد معاكم ماريا ماجديو في لايف ده هنعرف تفاصيل كتير عن قصة الشاب اللي مات من فرحته بعد فوز الارجنتين في المونديال وكواليس هنكشفها وهتكشفها عيلته واصحابه وايه السبب الحقيقي ورا رحيله فالله بينا نعرف ايه اصل الحكاية خلاص كفاية قلبي واجعني من قطر الدحك جملة بتقولها كتير مع عيلتك او اصحابك لدرجة انك لو قعدت فترة مبسوط وبتضحك بتخاف وبتقلق وتفضل تقول ربنا يسطر وزي ما يكون النكد والزعل بقى اسلوب حياة المصريين الساعات اللي فاتت حصلت وقعة هزت السوشيال ميديا والسبب غريب شاب فارق الحياة علشان كان مبسوط وفرحان وكان بيتنطط من الفرحة بفوز الارجنتين وبالاخص ميسي الشاب ده اسمه مصطفى عبدالعال ساكن في شبرى الخيمة وعنده 26 سنة وشغال محامي وزي وزي شباب كتير منبهرين بميسي وبيشجعوه بس نوع التشجيع اللي ممكن يعطل حياته او يخليه اجل مشوار او معاد معين كل ده ليه اصل ميسي بيلعب مصطفى اتفق مع صحابه انهم هيروحوا وسط البلد يتفرجوا على المطش وفعلا راح وتفرج وكان زي الفل ومش بيعاني من اي حاجة ولا تعبان ولا باين عليه اي مؤشرات تقول انه ممكن يفارق الحياة في اللحظات دي حتى بعد فوز الارجنتين وقبل ما يلفز انفاسه الاخيرة بساعة تقريبا نشر على فيسبوك منشور بيهني في الارجنتين بفوزها في المونديال وبيعبر عن فرحيته وفخره بميسي وقالها تفضل احلى ذكرى في حياتي واحسن يوم في حياتي وبعد كده اتعرض لازمة قلبية بسبب فرحته الشديدة واللي تسببت فرحيله في لحظتها وطبعا اخدوه جريو بيه على مستشفى العجوزة ولكن للأسف أمر ربنا كان نفذ وزي ما يكون سبحان الله كان حاسس انه هيفرق الحياة وبقت فعلا ذكرى بس مش لمصطفى هو نفسه بقى ذكرى ما تتنسيش لصحابه وحبيبه وأهله حتى الناس الغرب اللي ما يعرفوش مصطفى تفاعله وتأثره جدا برحيله صحابه قاله قد ايه مصطفى كان طيب وكان عاشق لكرة القدم ورياضة من وهو في سنوي وحبه المثي كان فوق الوصف وده اللي خليه تفاعل بزيادة مع المباراة ومن شدة فرحته حصل اللي حصل ده محمد أخو مصطفى الله يرحمه كتب له كلمات مؤثرة على فيسبوك وقال فيها الله يرحمك يا حبيبي ما تتعزش على اللي خلقك أجمل يوم في حياتك فعلا أكيد شفت وحسيت بالناس اللي كانت بتودعك ربنا يصبرنا ويربط على قلوبنا ويرحمك ويغفرلك ويجعل مثواك الجنة يروح قلب أخوك هتوحشني يروح قلب أخوك واقعة رحيل مصطفى حصلت كتير واسمعنا عنها قبل كده بس كانت بتكون لأغلب كبار السن اللي هم أصلا ممنوعين من الانفعال مثلا وبيعانوا من أزمة صحية معينة لكن صدمتنا كانت لأنه شاب زي الورد لسه بيبدأ حياته لكن هنقول إيه غير إنه نصيبه كده وعمره خلص في اللحظة دي دايما بيتقال إن اللي يزيد عن حده يتقلب ضده إيس على كده بقى كل مواقف الحياة سواء بالسلب أو بالإيجاب والمبالغة الزيادة في المشاعر دي مش حاجة كويسة زي ما كنا فاكرين بالعكس تماما كل حاجة كويسة بس باعتدال ورحيل مصطفى أقوى مثال على كده طبعا ربنا يرحم مصطفى ويصبر أهله حبيبه والمهم إن رحيل مصطفى داي يكون تنبيه لينا إن مفيش أي حاجة مستهلة في الدنيا تخسر علشانها صحتك شجع وفرح بس بالمعقول وفي الأول وفي الآخر الأعمار بإيد ربنا وبكده نكون وصلنا لنهاية اللايف ده أعزائي مشاهدي لايف ستوري كنت معاكم ماريا مجدي وشكرا على حسن المتابعة